بين صنعاء وعداً تخوض رابطة مهات المختطفين معركة واحدة ضد ميليشيات متعددة تتفق في أدوات العنف وتختلف في الأهداف ففي صنعاء أعلنت الرابطة في بيان لها أن ميليشيا الحوثي قتلت تحت التعذيب الوحشي ستة مختطفين واختطفت ستة وثلاثين مواطناً من مناطق سيطراتها منذ توقيع اتفاق السويد في منتصف ديسمبر الماضي استمرار انتهاكات الميليشيا بحق المختطفين والمخفيين قسراً يضع الأمم المتحدة واتفاق السويدي في موضع الإدانة نتيجة تخاذل المجتمع الدولي عن حماية المدنيين في سجون الميليشيا فيما يمضي المبعوث الأممي مارتين غريفث في مهمة البحث عن إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه من اتفاق ستوكهولم إذ وصل غريفث إلى الحديدة لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإطلاع على الوضع الميداني ليختتم بزيارته هذه ثلاث جولات بين الحديدة وصنعاء في محاولة للضغط على الميليشيا لإعادة لملمة ما تبعثر من اتفاق وقف إطلاق النار غير أن حادثة استهداف الميليشيا لموقع برئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة الجنرال باتريك في منتصف الشهر الجاري مثل تأكيدا أن لا نوايا جادة للسلام لدى الميليشيا ولا التزام بالمواثيق فيما أعادت ميليشيا الحوثي موضعة عناصرها في المدينة والميناء وزادت تعقيدات التحرك الميداني للفريق الأممي لتشمل إصدار التأشيرات والموافقات الإدارية الأخرى وأماكن الإقامة والمعدات اللازمة بحسب الأمين العام للأمم المتحدة رئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال باتريك سيسلم موقعه للجنرال الدنماركي مايكل أنكر وفق القرار الأممي الذي نص على إرسال 75 مراقبا أمميا إلى اليمن لمدة ستة أشهر في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة يقول مراقبون إنه ما لم يكشف عن أسباب استقالة الجنرال باتريك من منصبه ستظل مشكلة الحديدة تراوح مكانها دون الوقوف على أسبابها ودون تحقيق أي شيء على الأرض ويظل ملف الأسرى والمختطفين أكبر مؤشرات الإخفاق الأممي رغم الحديث عن التهديئة بين فريق ملف الأسرى في الأردن ولن يترجم الاتفاق إلا بإطلاق سراحي قرابة 15 ألف أسير ومختطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر